لماذا تتوقف الملكات عن وضع البيب؟ هناك بعض الأسباب المتعددة منها زيادة نشاط الخلية في الموسم في جمع الرحيق وحبوب اللقاح وبالتالي زيادة مساحات التخزين فلا تجد الملكة مكانا لوضع البيب الاستعداد للتطريب إصابة الملكة ببعض الأمراض وبالتالي لا تستطيع وضع البيب عند فقد الملكة لقرن الاستشعار أو خدوث خلل فيهما أو في أرجلها عدم رعاية اتشغالات للملكة وإهمالها خاصة عند كبرها في السن أو قلة إفرازها لفرمونات التحكم وعند استعداد الطائفة للتطريب قلة الغذاء أو ندرته عوامل للجو أحيانا من البرد القارس أو الحر الشديد تعرض دول ملكة للضغط بين قرصين أثناء الفحص أو أصيب بطنها دون قصد من النحال قدم الأقراص الشمعية وامتلاء العيون السداسية بجلود الانسلاخ وضيقها فأصبحت غير مناسبة لوضع البيب عدم التوازن بين أعداد النحل الحاضن والنحل السارح أي قلة النحل صغير السن الذي يرعى الحدنة الصغيرة بالتغذية والتدفئة ضعف الخلية نتيجة حدوث السرقة من نحل الطوائف الأخرى أو الهجوم من بعض الآفات وشكرا لكم قناة النحال